الحقيقة كل عيد في مصر في كل عصر ليه ملامحوا وكل عيد ليه بهجة خلوا نبدأ مع حضراتكم أولى فقرات الحفلة ثاني واحد ثاني واحد أستأذلك أن أنا أقدم الفقرة ذي طبعا طبعا رحبوا معي بالنجمة مونة أحمد زهر صباح الخير يا رئيس كل سنة أحددك طيب وعيد سعيد صباح الخير يا مونة كل سنة وأنت طيبة يا جميلة أهلا وسهلا بك كل سنة أحددك طيب وعيد سعيد عليك العيد زمان يا رئيس ما كانتش زي العيد دلوقتي ايها؟ ايها؟ العيد زمان العيد زمان وانت يا ز القردة تعرف ايه عن العيد زمان انت زمان بالنسبة لك ده أول مبارح وبعدين انتي بتنصوبي يا مونة نصابة شنتي المفروض تطلعي تقدميني كلتي دوري وكلتي كلامي وكلتي كل حاجة كده صاري يا بابي انا نسيت ماشي يا احمد ما تقولهاش كده تاني حاضر يا رئيس هي بتنصبشي وكل حاجة هي زي الفل مونة زي الفل ماشي يا رئيس تعيد فضل الصباح الخير يا رئيس كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة ومصر كلها طيبة وبخير انا حابب النهاردة ان انا اشكر حضرتك على وجودك معنا مش بس علشان نفرح ابناء شهداءنا الابطال اللي ضحوا حياتهم كلها علشان خاطر مصر لا كمان علشان الاجيال الجديدة يعرفوا يعني ايه عيد ويعرفوا اهمية لمة وفرحة العيد انا فاكر زمان لما كانت امي تاخدني وانا صغير علشان تشريلي هدوم العيد هدوم العيد هدوم العيد ايه بابي انت جبتلي هدوم العيد عشان تتكلم في هدوم العيد ليه الاحراك دي يا مونة انا قاسف يا حبيبتي حاضر اول ما انخلص على جبل الكل اللي انت عايزها بس بينا كمل كنا بنلف على المحلات وامي تصر انها تجب لي هدوم كبيرة علي عشان تعيش مش مهم انا البس على مقاسي المهم ان الهدوم تعيش وافضر حاضنة تقول لي الليل غاية تلمسها الصبح عشان الالبسها وانزل جاري عشان اروح اصلي وارجع بقى عشان نلم العيديات الخمسات والعشرات الجديدة العيدية فكرتاني اين بعديتي ايه يا مونة او انت جاي تحقق اي احلامك كلها هنا ايه او فيه احسن من هنا اه طبعا طبعا يا مونة حاضر اول ما نخرج هتديلك العدية بتاعتك وكلها من العشرة جنيه الجديدة العشرات يا بابا خليها ليك انا عايز المتنات القديمة المتنات القديمة الطموح الطموح والاجيال الجديدة يا رايز طيب انا هسيبكم دلوقتي اخش حل مشاكل الاسرية واسبكم دلوقتي مع فيلم اصير عن العدية في مصر شكرا اشتركوا في القناة